للأسف إنه الناس بقت بتسمع كلمة الجماعة الفلانية أو جماعة أو ميليشيا على إنه المصطلحات والأسماء دي عادية في الدول يعني وصلوا لمرحلة إنه إزاي الناس تعتاد هذه الأسماء وكأنه فكرة الدولة تبقى مش موجودة لكن يبقى بنكلم على ميليشيا كذا أو جماعة كذا إنه ده بقى عادي جدا في الدول أو في المجتمعات أعتقد تحديدا العربية أنا معرفش لكن عشان كده مهم إنه يكون معانا النهاردة الكاتب الصحاف الأساز أحمد الخطيب أهلا بيك يا أساز مساء خير سعز شرفين بيك أشكرك شكرا جزيلا أحمد إنت ملاحظ إنه بقى في فترة كده الإعلام مش بكلم على الإعلام المصري والسوشيال ميديا وبتكلم على الميليشيات وعلى الجماعات وكأنه بقى داش طبيعي اعتياد على أنها قوة فاعلة موجودة معتمدة شبهة قانونية حتى الأذن المواطن بزر اعتادوا على أنه إزاي يكون هناك قوة مسلحة أيوة طب موجودة اعتياد عادي جدا ده موجود هذا الكم الكبير من الميليشيات مش موجود في أي منطقة في العالم أكتر من منطقتنا العربية طب فكرة الاعتياد الأول هل ده كان يعني هدف؟ لأنه لنواقع على الأرض فردوا نفسهم على الأرض يعني شوفي عدد من الدول المنطقة العربية عدد قليل جدا اللي توجد لديها قوة ميليشيات الغانبية العظمى من الدول العربية فيها أكتر من ليش يدخل أكتر من ميليشي ها طبعا ها طبعا يعني الدولة زي العراق مثلا وهي دولة عظيمة وقديرة وكبيرة وشغيرة هدارة ها دولة كبيرة وشغيرة وكان حتى الوقت القريب كان بها جيش عظيم وقوي جدا وله ترتيب ها طبعا وبيختفاءه في المنطقة العربية آلت المنطقة إلى ما آلت إليه البداية كانت يعني اختفاء الجيش العراقي من اختفاء دولة مثل العراق يوجد فيها لا يقل عن 24 ميليشيا مسلحة يا خبرة بيضا طبعا عظم الميليشيا مسلحة وبيها والجيش العراقي موجود بالمناسبة اي بس اللي حصل أحد أهداف الميليشيا هي القضاء على القيوش ها لأنه ما معنى كلمة ميليشيا ها قوة مسلحة موازية لقوة الدولة ها الدولة التي تسمح بوجود ميليشيا على أرضها شكرا خلاص انتهى الموضوع انتهى قرارها لن يكون بأيديها ايوة يعني مثلا نتكلم بشكل واضح جدا جدا وأرجو أن ما فيش حد يزعل مننا خالص دولة شكري نتكلم عن واقع دولة ومش بقصود دول بعينها لكن واقع حاصل دولة قديرة ورقية جدا ووجه مستنير مثل لبنان اه عندما يعني وجد بريس العرب اه طبعا الوجه المسيحي المشرق العربي نعم ووجه المسيحي العربي المشرق يعني صناع الكلمة يعني لبنان بلد الفن والجمال بلد عظيمة جدا بلد ولد على فكرة في التاريخ هي الشام هي جزء ابن الشام نعم اللي هو مهد الحضارات مردو مهد الأديان يعني ووجهه المسيحي عربي راقي جدا هذا البلد منذ عام 1975 من ده 75 اه في أتون حرب أهلية اه وانتهى بين المطاف بدخول الميليشيات والتواجد على أراضيها يعني الآن هل الواقع اللبناني هو يوازي ما كان يجب أن يكون عليه لبنان وجود ميليشيا أكثر من ميليشيا يعني على الأرض اللبنانية خطفت القرار الوطني وخطفت الدولة اللبنانية وعاشت لبنان في حروب بسبب وجود ميليشيا على أرضيها يعني وجود ميليشيا على أي أرض يدخل البلاد في أتون مشاكل لا قبلة للشعب بها أي دي المشكلة وجود الميليشيات أنا كمان شايف أن وجود الميليشيات بهذه الكسافة والكثرة في العالم العربي يعني وضع العالم العربي في مشكلة كبيرة جدا 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 الميليشيا أستاذ عزة تصنعها الدول بالنسبة نعم تصنعها الدول تصنع الميليشيا تصنعها الدولة الدول 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 صنعت شكرا